مباركة لك أيضا ولكل المشاهدين الكارم إذن رفع التجريم عن فعل التسير هو من بين أهم القرار سنوات كان فيها تجريم التسير يقيد كوادر المؤسسات العمومية من أداء مهمها سولف دعماش وعقل حشاني في هذا التقرير موجة من الاعتقالات طالت كوادر بمؤسسات عمومية جاءت إثر حملة الأياد النظيفة حملة انشلت حركة الاقتصاد الوطني سنوات التسعينات بغلق العديد من المؤسسات العمومية لتبقى أثارها ليومنا هذا وهنا كان لتجريم عملية تسير دور كبير في شل من حركة مسيرين أكفة مثلا لما كان مسيرين لما راحوا القطع الخاص كان عندهم مردود عجيب ونفس المسيرين لما كانوا في القطع العام كانوا مسيرين مردود تحم ضائل جدا كانت عندهم قيود كبيرة وكانت عندهم اغطبط أو غول يضغط عليهم يوميا وهو الخوف من أن يجرموا لعملية تسيير بسيطة رغم رفع التجريم عن فعل التسيير غير أن الغموض لا يزال يكتنف الإجراءة ويبقى التخوف قائما إنه يضغط عليهم لأن نعم رغمة أكثر من أن يسمك بإجراءة وضغط عليهم أن أرغط عليهم افعل ذلك ويسأل كبيرة طبع عن نعم رغمت ويصنع أعمال عليهم اخطاء طبع ويصنع أفضل يكون لأنه هناك دوريخ لم يكن قبل طبعهم يستعان لديهم بخط عليهم حصر مثل هذه الأحكام وتطبيقها على مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية دون سواها يجعله يصنف ضمن القرارات الحكيمة وسط ضبابية تحوم حوله إذن مع عودة الحديث عن ترقية الاستثمار عاد معه الحديث عن تباعيات قرار رفع التجريم عن المسؤولين حيث أن التنظيم القانوني أعطى المزيد من هامش الحرية ومزيد من الدفع بالمبادرة تفاصيل عن الموضوع في سيق تقرير أحمد رجدي وإيمان عيش مع قرب المصادقة على قانون ترقية الاستثمار يعود للسطح الحديث عن رفع التجريم عن المسيرين الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق مناخ استثماري يتماشى ظروف المرحلة كين فيه وعي وكين فيه كذلك إجراءات ملموسة تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية خاصة فيما يتعلق بتعديل الترسانة القانونية خاصة وأخص بالذكر يعني تعديل قانون الإجراءات الجزائية قرار التجريم سابقا كسر الكثير من العزائم وظلم عدة مسيرين لكن تنظيمه قانونيا أعاد الأمل ورفع المعنويات في انتظار تعميمه قرار يعني ما كانش لم يرفع كليا يعني حول التجريم من المسير إلى مجلس الإدارة وهذا ما رحش يخلي يعني حرية النشاط وحرية المبادرة للمسيرين لهذا نظل أنه قرار رفع التجريم رح يكون يعني قرار صائب لو رفع يعني كليا رفع التجريم هو المقدمة لرفع العراق للبيروقراطية والدفع بعجلة التنمية من خلال بحث روح المبادرة هو دفع الوتيرة أو الحركية الاقتصادية التي تستلزم تأمين المسير ترقية الاستثمار لن يكون دون ثنائية تحسين المناخ في الميدان وتوفير ظروف عمل ملائمة للمسؤولين فهل سينجح رفع التجريم في الدفع بقطار تنمية بالجزائر؟ كشف مصدر من المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد أن هذا الأخير لم يطلق أي تعليمات لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو دون شرط السن وأوضح ذات المصدر في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الصندوق الوطني للتقاعد يواصل استلام وتصفية ملفات طلب التقاعد النسبي بصفة عادية للإشارة فإن الوزير الأول عبد المالك صلال كان قد أكد خلال اجتماع الثلاثية الأخير أنه تم الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد بستين سنة